اشتركوا في القناة وأن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي توقع الموافقة على مشروع القانون وأن يحظى اتفاق صقف الديون الذي أبرمه مع البيت الأبيض بتأييد أغلبية من الأعضاء الجمهوريين بالمجلس هذا رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون رفع صقف الدين وحث بايدن مجلس الشيوخ على الموافقة وتمرير مشروع القانون بأسرع وقت ممكن معتبرا أن موافقة مجلس النواب خطوة أساسية في طريق تجنب مخاطر عدم سداد الدين الحكومي من وانشنطن ينضم إلينا رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية مرحبا رامي أهلا بك مرة أخرى وأطلعنا على آخر مستجدات مشروع قانون رفع صقف الدين مرحبا عمر أخيرا وبعد يوم مراثوني طويل في مجلس النواب الأمريكي وافق المجلس بيئة الأغلبية على تمرير مشروع قانون رفع صقف الدين بثلاثمائة وأربعة عشر صوتا موافقا في مقابل مائة وسبعة عشر صوتا رافضا هذه الأصوات الرافضة من كلا الحزبين وهذا أمر غريب من الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري وأسباب الرفض سوف نتعرض لها لاحقا خلال هذه المداخلة بعد موافقة مجلس النواب الأمريكي الرئيس الأمريكي جو بايدن بادر بشكر مجلس النواب على موافقته على مشروع رفع قانون صقف الدين لتجنيب الولايات المتحدة العجز عن سداد ديونها بحلول الخامس من يونيو وكذلك حث الرئيس الأمريكي جو بايدن مجلس الشيوخ الأمريكي على التصويت بالموافقة على مشروع قانون رفع صقف الدين مجلس الشيوخ الأمريكي من المتوقع ومن المقرر أن يجتمع اليوم لمناقشة مشروع قانون رفع صقف الدين والتصويت عليه وفي حالة الموافقة عليه سيتم رفعه إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن حتى يعتمده كقانون في الحقيقة جلسة مجلس النواب اليوم مثيرة جدا بدأت في الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي لساحل الشرقي للولايات المتحدة بدأت أولا بتصويت على طرح المشروع نفسه للتصويت كان تصويتا على إما أن نطرح المشروع أو لا وفي هذه الجلسة تمت مناقشة المشروع كان هناك الكثير من الأعضاء الذين تحدثوا عن رفضهم لهذا المشروع نتيجة عدة أسباب أيضا رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي تحدث عن المشروع وعن المزايا التي يتضمنها مشروع قانون رفع سقف الدين وأنه حل وسط في النهاية ما بين هذا وذاك حل وسط ربما لا يربح منه الجمهوريون كل شيء ولا يخسرون كل شيء أيضا وكذلك الإدارة الأمريكية والديمقراطيين الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يربح كل شيء ولن يخسر كل شيء هو في النهاية حل وسط لتجنيب الولايات المتحدة العجز عن سداد ديونها انتهت هذه الجلسة بالموافقة على طرح الموضوع للتصويت وكانت هناك استراحة لبضع ساعات ثم عاد المجلس مرة أخرى للانعقاد في الثامنة والنصف مساء بالتوقيت المحلي واستمرت الجلسة تحدث أيضا فيها بعض النواب وانتهت بالنتيجة سالفة الذكر التي قلنا تحدثنا عنها وهي 314 صوتا موافقة مقابل 117 صوتا رافضا إن نظرنا إلى هذه الأصوات الرفضة سنعرف إلى أي مدى هناك حالة من الرفض داخل مجلس النواب لمشروع القانون هذا مشروع قانون رفع سقف الدين نظرا لأنه ارتبط بالموازنة الحكومية وهناك تحفظات كثيرة من بعض الأعضاء على الموازنة الحكومية سواء من الجمهوريين المحافظين في أقصى اليمين والذين يرون أن رئيس مجلس النواب الأمريكي تهاون في حقوقهم وفي حقوق الجمهوريين ولم يتمسك بمطالبه في تخفيض الانفاق الحكومي بشكل كافي على الناحية الأخرى سنجد الديمقراطيين التقدميين أو من يطلق عليهم الديمقراطيين الاشتراكيين سنجدهم أيضا رفضين لمشروع القانون هذا نظرا لأنه يأخذ الكثير أو يسلب الكثير من الحقوق والمزايا الاجتماعية من الشعب الأمريكي ويرون أيضا أن الرئيس الأمريكي جو بايرين تهاون في هذه الحقوق ولذلك نجد أن هتين الجبهتين ولكنهم في النهاية أقلية داخل الحزبين سواء الجمهوري أو الديمقراطي نجدهم رفضوا هذا مشروع القانون ولكن هنا أسباب الرفض تختلف من هذا إلى ذلك حتى أن مات جيتس وهو أحد الجمهوريين المحافظين اليمينيين هدد بالأمس أنه إذا ما تم تمرير هذا المشروع فإنه سوف يبادر بطرح سحب الثقة من رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي وعزله ويحق بالفعل لأعضاء مجلس النواب طرح مثل هذا التصويت طرح عزل رئيس مجلس النواب للتصويت سنرى ماذا سيفعل الجمهوريون اليمينيون في هذا الشأن ربما أصبح الآن منصب رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي على المحك وربما يحدث ما يمكن أن نسميه عزلا ولكن يبدو أن رئيس مجلس النواب واثق من أن هناك تأييد جيد له على أي حال انتهى هذا الفصل من الموافق على نعم رامي جبر مراسل القاهرة الإخلالية وسوف نذهب إلى بعد ذلك من واشنطن إذن رامي جبر شكرا جزيلا على هذا الإضاحة مشاهدين تغطيتنا انتهت نشكركم على طيب المتابعة إلى اللقاء هنا القاهرة عاصمة الخبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة